الجديد بعنوان موبيل أرد الذي صممته المعمارية العراقية زهى حديد والذي شكل تحفة نادرة في معهد العالم العربي قدمت لعدد من المبدعين العرب وأيضا الأجانب نماذج من أحدث أعمالها سعد المسعود التقى المعمارية العراقية العالمية زهى حديد على هامش معرضها في باريس كأنه صحن طائر أبيض قادم من كوكب آخر حتى رحاله في فضاء معهد العالم العربي بباريس هكذا اختارت دار شانل لإقامة مشروعها الجديد موبيلار الذي صممته المعمارية العراقية زهى حديد ليشكل تحفة نادرة مع تصميم الفرنسي جونوفيل لبناية المحهد هذا يوم سعيد لنا ونحن نحتضن إبداع المهندسة المعمارية زهى حديد ابنة بغداد الحضارة وهي تقدم إبداعاتها العالمية مع مهندس بناية معهد العالم العربي الفرنسي جونوفيل المعرض يقدم نبذة على المصممة العراقية زهى حديد من خلال تصاميم الأعمال الهندسية التي تعكس حوالمها ومفاهيمها في مجال الهندسة المعمارية ويسلط الضوء على مدرستها في هذا العلم الذي تحول على يدها إلى فن له لغته الخاصة وجاذبيته الآسرة المبيل أحق زهى حديد أن يكون مكان للإبداع العربي الحديث احتفال كبير وقيم قبيل افتتاح المعرض ألقيت فيه شهادات عن عوالم زهى حديد الإبداعية مثقفون وسياسيون وشعراء منهم الشاعر العربي أودونيس الذي أهدى حديد قصيدة جديدة تكريما لإبداعاتها تحضن الأرض أسرارها وآفاقها جسدا تتعانق أعراسه في خطوط دوائر أقواس حلم ومنحنيات حنين يضم المعرض مجسمات المشاريع الدولية التي أنجزتها حديد مثل برج برشلون الدائري ومشروع جوجلهايم في سنغفورة ومبنى المرفأ في مرسيليا وبرج مركز مومبلي المتوسطي والمركز المائي للعاب الأولمبية في لندن الذي يتم بنائه حاليا لبرنامج من الراق سعد المسعودي باريس وماذا قالت المعمارية زهى حديد عن احتفالية باريس وتكريمها لها نستمع إليها العالم يعني ما أفعش عربي يطلع خرابي كله بالعربي لا بس يعني يصرفها كلش يعني زينة لأننا سوي هالمشروع هنا اليوم هاد العالم كله يحتي لازم محل نسوي هواية مشغر عيتي بالعالم العربي يتروح من محل لمحل اه اه بروباقاندا مات عن تعاونك مع شانال وارت او افوزبل يعني اك سبيريس اكشلي لازم لا زم اتمرن قول ما أحتي اه اه لا وزنبال يعني اشاي هواية مجلزة تعاون كلش زين مادام زهى حديد هذا البرنامج اسمه من العراق ما الذي ستقدميه للعراق عندي أن عشان مشاريع هواية بالمصر إن شاء الله بالعراق بألجيريا موروكو إن شاء الله ما راح نتأخر بسافة شونا بالقاهرة تأخر أكيد يعني هسا ما هو مشروعك في العراق؟ شونا اللي تفكرين بي آه بالعراق ما عارف أنا عندي نساء المركز المنك المركزي وسموني مسابقة للكابنت رئيس الوزراء ما حصلنا على المشروع شارعه ناكستان هل أنت ذكرياتك في العراق؟ أنا أحب أنه أكون يعني انفولف ماستر بلانيك في بغدال لأنه هو العراقي لأنه مهم جدا واحد يأسس البيسز يعني هل عندك حساس أنه هذا جزء من الواجب الوالد اللي ترك فيك أن تعمل الشيء يعني إذا يسألوني أنا يسوي ما أقدر واحد أطلب منهم أنه انتوني شغل إذا ما حد يعني نهبتوا عاصمي يعني نازم يدعوني يسوي شيء بالعراق مو مو رأى غارشك يعني ترجمة نانسي قنقر